شفى وزير الفلاحة والتنمية العرفية والسيد البحري شريف عمري عن توزيع الأرضية الفلاحية المسترجعة على الشباب الخاصة في المناطق الجنوبية حيث تم الاتفاق مع مختلف الهيئات الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تقديم تسهيلات والمرافقة للشباب الراغبين في مجال الفلاحة والسيد والغابة أحمد رجل رسد التالي اليوم الجديد الذي يجينا به هو تجميع جميع ظروف النجاح اللي اسمينا ظروف النجاح أولا تعبية جميع آليات تعد دعم الشغل خاصة للشباب من لانساج اقناعاق لانجام وجميع الآليات المتاحة الآن ثانيا وزارة فلاحة كانت فيها استرجاع بعض الأراضي خاصة في الجنوب لما كانت فيها جدوة في شغلها أو في اشتغالها وهذا رح يكون عادة توزيعه على الشباب في إطار مشاريع نموذجية على ولاية الجنوب ويكون فيه دراسة حول تموين هذا المشاريع ولكن اليوم الجديد هو الأساسي كيفاش نسيبوا الطريقة الأنجا لتوفير المرافقة التقنية ومرافقة المشاريع باش توصل لنجحتها ومن جهة أخرى كدعو ماري وجود خلل في توزيع المنتجات الفلاحية خاصة على مستوى أسواق الجملة مشيرا أن تجار الجملة لا يجدون من يشتري المنتجات الفلاحية منهم بعض الاختلالات على مستوى التوزيع خاصة توزيع في التجزئة شفتوا حتى في التجار الجملة كانت فيه الناس عندها منتجات بأسعار جد زهيدة وتنتظر إلى الاختناتها وهذا ما خلنا باش نتقربوا من المستهلكين عن طريق هذه الأسواق للشباب الأسواق الجوارية اللي اشتغلنا فيها على مستوى الوطن على مستوى خاصة المدن الكبرى ومؤخرا لتدعيم الاستهلاك هذا وتخفيف من الفجوة لما بين المنتج والمستهلك أعطينا حتى المزارعين تأعنا المنتجين تأعنا باش يباشروا في بيع المنتج التاح مباسرة إلى المستهلك